أنا أصعب فترة مرت عليها في وزير الخارجية وأنا مدير مكتب وزير الخارجية لأن مدير مكتب وزير الخارجية ده بيبقى رجل التاني في الوزارة يعني هو اللي عليه أنه هو كمان يبتدي يفتح الموضوعات ويربط الموضوعات بعضها لبعض ويبقى عارف أنه خدت خطوة مثلا مع دولة ما في دولة تانية يبقى في قدر من الانزعاج فيها وممكن أن هو يعني هو مستشار وزير الخارجية أساسا يعني هو ممكن يقول للوزير لا الخطوة دي ممكن تعمل كذا 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 وهكذا فهي دي من أصعب الفترات لأنه أولا تحتاج إلى وقت طويل جدا تشتغل فيه من 7 صباحا إلى 11 مساء يوميا لمدة 3 سنين وده جهد غير طبيعي ويتطلب منك أنك تقرأ كميات من الورق يوميا قبل ما الوزير يسحى حتى عشان أنه لما يبقى يعني تعمله البريفنج لأنه مطلوب منه نفس البريفنج ده للرئيس الجمهورية فلنشوفها سلسلة تبدأ من بدري قوي فهو عمل مضني